موسيقى السلام عليكم مشاهدين كرام ومرحبا بكم في سلسلة حلقات جديدة من برنامج وفي رواية أخرى نستضيف في هذه الحلقة هنا في العاصمة البريطانية لندن الرئيس الباكستاني الأسبق سيد بربيز مشرف فخامة الرئيس مرحبا بك شكرا لقبول دعوتنا وتشرفت بلقائك شكرا جزيلا أنا سعيد معكم أبدأ معك فخامة الرئيس من البداية أنت من موليد 11 من أغسطس عام 1943 أي أربع سنوات قبل أنفصال باكستان عن الهند واستقلالها عن بريطانيا ربما ما لا يعرفه الكثير من السادة المشاهدين أنك من موليد مدينة دالهي عاصمة الهند البريطانية ربما قد تكون هذه مفاجأة حدثنا عن البيئة التي فتحت عيونك عليها والمحيط الذي شهدته في البداية يبدو الأمر غريبا بالنسبة إلى شخص ليس من شبه القارة الهندية ولكن بالطبع وقت ولادتي لم تكن ثمة باكستان ولذا فالجميع كان يولد في الهند قبل عام 1947 ولذا فأنا ولد في دالهي نعم في بيئة لم تكن سهلة تجاه المسلمين كنا أقلية في شبه القارة في الهند كنا أقلية ولذا كان الحكم متروكا للهندوس الذين امتلكوا اليد العليا أما المسلمون فكانوا طبقة دنيا كان هذا الوضع عندما بدأ الآباء المؤسسون وعلى رأسهم القائد الأعظم محمد علي جناح بالقتال ومحاولة الحصول على دولة باكستان الهند حينها كانت متكونة من عدد كبير من الأديان والإثنيات والطوائف طبعا الهندوس السيخة المسلمين المسيحيين طبعا المسلمين بطوائفهم المختلفة كان المشهد الديني والإثني مختلف ومتنوع كثيرا كيف كانت العلاقات بين هذه المكونات الإثنية والعرقية والدينية في الهند قبيل الاستقلال؟ العلاقة لم تكن صحية لعدة أسباب المسلمون الذين حكموا الهند كأقلية حكموها قرابة أربعة قرون ولذا بعد عام 1857 عندما كانت تدور رحى حرب الاستقلال عن الحكم البريطاني أعقب ذلك اضطهاد المسلمين ورفع درجة الهندوس انحدر وضع المسلمين وارتفعت مكانة الهندوس كان هذا الوضع بشكل عام في منتصف القرن العشرين هل كان ذلك بسبب السياسة البريطانية في الهند؟ هل كان البريطانيون هم من أعطوا حظا أوفر أو مجالا أكبر للهندوس للحكم في الهند على حساب المسلمين؟ لم يكن الأمر سياسة بريطانية ولكن لأن المسلمين هم الذين بدأوا حرب الاستقلال ضد البريطانيين معانا الهندوس شاركوا أيضا ولكن القوة الرئيسية كانت مكونة من المسلمين آخر الملوك المسلمين حارب البريطانيين ومات لاحقا في سجون ميانمار ولذا فإن المسلمين هم الذين تم اعتبارهم خاونة في نظر البريطانيين لأنهم حاربوا ضد الحكم البريطاني عقب ذلك قمع للمسلمين في حين انضم الهندوس في غالبيتهم إلى البريطانيين لقمع المسلمين ولذا كانت البيئة بشكل عام معادية للمسلمين ولذلك بدأنا نطالب ببلد خاص ومستقل هذا بالنسبة للوضع بشكل عام في الهند إن سألتك عن وضعك الشخصي ووضعك العائلي خلفيتك الاجتماعية كيف كانت حياتك في البداية حدثنا شيئا ما عن عائلتك عن والديك عن بيئتك الصغيرة أنا أتحذر من عائلة من طبقة وسطى ورغم أن أجدادي كانوا من الطبقة العليا ولكن بشكل تدريجي كما قلت المسلمون انحذروا في السلم الاجتماعي ولهذا فوالدايا كانا من الطبقة الوسطى السفلة أمي كانت امرأة عاملة وجدي وجدتي كانا حريصيني على توفير العلم للنساء ولذا تمكنت أمي في حدود عام 1939 من إكمال الماجستير في الأدب الإنجليزي كانت أمي متعلمة بشكل جيد في 1939 كانت امرأة عاملة وكذلك كان والدي من أجل جني الرزق لتربية وإخوتي ماذا عن الوالد؟ قرأت أنه كان يعمل لدى الإدارة البريطانية في الهند نعم كان محاسبا كان محاسبا في مكتب الخارجية قبل التقسيم وظل في الخارجية حتى عندما ذهب إلى باكستان طيب بالنسبة لدراستك في تلك السنوات هل كانت دراسة تقليدية في الكتاب مثل عدد كبير من المسلمين في الهند حينها كانت دراسة عصرية في المدارس البريطانية التي كانت توفرها إدارة الاحتلال البريطاني في الهند بالطبق المتوسط التي قلت أنك كنت تنتمي إليها في تلك الأيام أفضل المدارس كانت مدارس البعثات الكاثوليكية ولذا فأنا درست في مدرسة القديس باتريك في كاراتشي ولاحقا في جامعة مسيحية في لاهور حصلت على الدبلوم أفضل مستوى للتعليم كان يتوفر في هذه المؤسسات كنا مضطرين لأن ندرس في مدارس البعثات المسيحية طيب بحلول عام 1947 وصلت الإدارة البريطانية في الهند إلى قناعة بأنها لا تستطيع فعليا كان الاستمرار في احتلال وحكم الهند بعد أن قضت عشرات السنين كحاكمة هنا كدولة محتلة وحاكمة للهند وفي عام 1947 قررت أن تمنح الاستقلال للهند ما الذي دفعها فعليا؟ ما الذي دفع لندن الحكومة البريطانية إلى الوصول إلى تلك القناعة؟ الخروج من الهند تماما؟ حسنا أعتقد أنه كانت ثمة ضغوط على البريطانيين في تلك الفترة في أماكن مختلفة من العالم الاستعمار ككل كان في أيامه الأخيرة كل المستعمارات كانت تحصل على استقلالها تباعا ولذلك فإن البريطانيين كانوا يعانون من ضغوط هائلة كما قلت في عام 1857 كانت ثمة حرب وانتفاضة كبيرة في شبه القارة الهندية ضد الحكم البريطاني القمع البريطاني حصد أرواح الآلاف وخصوصا من المسلمين ولكن حركة الاستقلال استمرت على يد الهندوس والمسلمين أيضا وهذا وضع ضغوطا على البريطانيين ولذا فهم بدأوا فعليا في تفكيك منظومة الاستعمار كيف كان موقف الإدارة البريطانية حينها من فكرة انقسام الهند إلى دولتين الهند وباكستان هل كانت موافقة على تلك الفكرة أم كان من مصلحة ربما بريطانيا سياسيا أن تبقى الهند واحدة بكل مكوناتها من مسلمين وغير مسلمين حسنا رغم أن اللورد مونت باتن الذي أشرف على تقسيم الهند إلى هند وباكستان كان يميل إلى الهندوس والسيد جواهر لالنهرو الذي أصبح لاحقا أول رئيس وزراء للهند إلى أن قوة وشخصية وكارزما مؤسس باكستان محمد علي جناح سمحت بضمان الاستقلال اللورد مونت باتن اضطر للموافقة على ذلك ولاحقا الحكومة البريطانية وافقت أيضا على التقسيم كانت هذه أجواء القرار في اعتقادي ولو لم يحصل هذا القرار لكانت تمت موجة كبيرة من الانتفاضات والعنف بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية بريطانيا كانت قد طرحت حلا وسط ربما بين الفئتين واقترحت فكرة تكوين دولة لا مركزية بولايات أو مقاطعات بصلاحيات كبيرة وواسعة محلية لكن الفكرة رفضت من الهندوس ومن المسلمين لماذا؟ نعم لم يكن ذلك مقبولا عند المسلمين المسلمون اعتبروا أن ثقافتهم ودينهم وطريقة حياتهم كلها مهددة في بلد تسيطر عليه أغلبية هندوسية ولذلك أرادوا الحصول على وطنهم الخاص لممارسة شعائرهم الدينية وثقافتهم بحسب الطريقة التي يرونها ملائمة طيب إذن في الأخير وصلت الأمور إلى استقلال الهند وانفصال باكستان عن الهند كان ذلك في الرابع عشر من أغسطس عام 1947 حصلت باكستان عن استقلالها قبل ذلك بأيام قليلة أنت وعائلتك كنت من آخر المسلمين الذين غادروا الهند باتجاه باكستان عبر ربما واحد من آخر القطارات التي غادرت ديلهي باتجاه إسلام أباد هل تتذكر شيء من هذه القصة الإنسانية ربما؟ والدي وأنا وإخوتي ذهبنا عبر القطار من ديلهي إلى كراتشي إسلام أباد لم تكن موجودة حينئذ وأنا أتذكر شيئين بشكل كبير من تلك الفترة رغم صغر سني ما زلت أتذكر مشهد الجثث على أرصفة القطارات في كل مكان وعلى مسار السكة الحديدية جثث مسلمين مقتولين على يد الهندوس والسيخ لأن القطار كان عليه أن يقطع إقليم البنجاب في الطريق إلى لاهور ومن ثم إلى كراتشي أتذكر هذه الجثث مرمية في كل مكان كما وأتذكر كيف كانت أمي قلقة جدا وحافظت علينا مخفيين في الزاوية وأتذكر أيضا أن والدي كان يحمل صندوقا معدنيا صغيرا فيه قرابة أربعمائة ألف روبيا تابعة لمكتب الخارجية والتي أصبحت لاحقا وزارة الخارجية الباكستانية كان والدي يحمل هذا الصندوق وكان يجلس عليه ليرتاح أو كان يستعمله كما يخدى ليحمي الأموال داخله هذه هي ذكرياتي أنتم الآن في بلد جديد في محيط جديد أر جديدة صحيح أنكم وسط أغلبية مسلمة من بني جلدتكم ولكن المكان مختلف تماما لم تروها من قبل كيف كانت أيامكم الأولى في باكستان وأنتم تستقرون في بلدكم الجديد عندما وصلنا إلى كاراتشي كان هناك مئات الآلاف بل ملايين الناس الذين جرى نقلهم في الاتجاهين بين الطرفين كانت هناك كمية مرعبة من القتل والضحايا وعندما وصلنا إلى كاراتشي تم منح والدي بيتا صغيرا مكونا من غرفتين وحمام ومطبخ كان هناك ثمانية عشر شخصا لأن بعض العائلات لم تمنح بيتا مستقلا كان ثمانية عشر شخصا يعيشون في غرفتين عندما وصلنا إلى باكستان ولكن مع ذلك كنا سعداء للغاية كنا مبتهجين رغم أننا كنا متكدسين لأننا أخيرا كنا في بيتنا وما زلت أتذكر الفرح والبهجة التي صاحبت فكرة الاستقلال كان ذلك عظيما كان ذلك الفرح بأن تكون مستقلا في بلد خاص بك يحترم ثقافتك ودينك ومع ذلك لم تبقوا في باكستان كثيرا بعد سنتين فقط عام 49 إن كنت دقيقا توجهتم إلى تركيا بالتحديد إلى مدينة أنقرة لماذا؟ دعني أضيف بأن الناس المحليين الذين استقبلونا كانوا يتمتعون بروح رائعة كانت هناك كميات هائلة من الطعام المجني التي وزعها الناس على البيوت ومحطات القطارات من أجل إطعامنا كان هناك إحساس بالمسؤولية وشعب كريم مضياف كنا محظوظين بأن والدنا جرى نقله إلى تركيا في السفارة الباكستانية وبعد سنتين ذهبنا إلى تركيا لمدة سبع سنوات بقيتم في أنقرة عدتم كعائلة عدتم إلى باكستان عام 57 وهناك عدت لتواصل دراستك في باكستان واخترت الدراسة في الأكاديمية العسكرية في إسلامباد ما الذي وجهك وأقنعك بالتوجه نحو السلك العسكري التوجه نحو الخدمة العسكرية ودراسة العلوم الحربية والعسكرية عدنا في عام 1957 انضممت إلى مدرسة القديس باتريك وأنهيت دراسة الإعدادية وبعدها ذهبت إلى لاهور وانضممت إلى كلية مسيحية أنهيت فيها الثانوية وبعدها قررت أنا أحب الجيش ولطالما كنت أرغب في أن أكون جزءا منه وأمي كانت تؤيدني لأنها لم تكن تعتقد أنني أحب الدراسة ولذلك أرادت إرسالي إلى الجيش أنا أحببت الجيش نعم وذهبت إلى الأكاديمية العسكرية في أبوتبات وبقيت في الأكاديمية العسكرية حتى تخرجك متى كانت تخرج من الأكاديمية أي سنة؟ كان ذلك عام 1964 بقيت في الأكاديمية مدة عامين ونصف وتخرجت في 64 إذن أنت تخرجت عام 64 من الأكاديمية العسكرية مباشرة بعد عام 65 شهدت بلادك أول الحروب مع الجارة الهند عام 65 ما كان السبب في تلك الحرب؟ ما الذي دفع إلى اندلاع تلك الحرب بين باكستان والهند؟ نعم خضنا أول حرب مع الهند عام 65 في سبتمبر تحديدا من ذلك العام كنت لا أزال ملازما شابا بعد التخرج أما سبب الحرب فكان الصراع على كشمير حاربنا أول حرب من أجلها عام 48 بعيد الاستقلال والثانية عام 65 كشمير كانت دائما السبب في تلك الحروب ولكن خطة الجيش الباكستاني في دفع المواطنين الكشميريين نحو الانتفاضة والمطالبة بالالتحاق بباكستان لم تنجح الخطة لم تنجح العملية كلها برمتها لم تنجح حرب 65 انتهت بحالة جمود وكشمير لم تحصل على حقوقها رغم أن الأمم المتحدة أكدت عام 1948 بأن الحل لمشكلة كشمير يكمن في تقرير المصير وهو ما لم يحصل بسبب المنع الهندي كانت هذه أسباب الحرب باكستان كانت مستعدة لتطبيق قرار الأمم المتحدة والهند كانت غير مستعدة الناس في كشمير ليسوا مع الهند وباكستان ضد الهند أيضا ولذلك فقد خضنا الحرب عام 65 ونعم بالفعل الهند لديها جيش أكبر من باكستان ولكن قواتنا المسلحة أبلت بلاء حسنا في حرب عام 65 الحرب لم تنتج نتيجة استراتيجية ولكن على الصعيد التكتيكي من حيث المنطقة المسيطر عليها والخسائر البشرية والعسكرية وتأمين المناطق كما أشرت فأنا أعتقد أن باكستان كانت لديها اليد العليا في تلك الحرب إذن تقول أن الجيش الباكستاني أبلى بلاء حسنا في تلك الحرب عام 65 وبالتأكيد أنت شخصيا بشهادة زملائك في الجيش أبليت بلاء حسنا في تلك الحرب بل وحصلت على أوسمة للشجاعة ما هو دورك الفعلي في تلك الحرب كجندي في الجيش الباكستاني؟ في واقع الأمر تم منح أوسمة لأنني شاركت في الحرب وكنت في سلاحي المدفعية وبسبب القصف الهندي دمرت إحدى قذائف الهند واحدة من دباباتي واشتعلت فيها النيران كنا في مقبرة في واقع الأمر حيث انتشرت النيران في كل مكان ولقد قمت بالدخول إلى الدبابة المشتعلة التي احتوت على قنابلة على وشك الانفجار خلعت قميصي ورميت القنابلة من داخلها ولاحقا انضم إلي الجنود كان هناك جندياني فارقا الحياة داخل الدبابة وكان الدم يتدفق على الأرض لقد حملت هذين الجنديين إلى خارج الدبابة أحدهما لم يكن قد فارق الحياة بعد ولكن كانت ثمة شضية في جسده ولقد لففت الشاشة حوله لكنه مات لاحقا بين يدي لقد أنقلت الوضع ومنعت النار من الانتشار إلى دبابات أخرى المئة جندي الذين كانوا معي ساعدوني في إطفاء النيران ولذلك تم منحي وسام الشجاعة أحد المؤرخين الباكستانيين قال أن الجسارة والشجاعة والجرأة التي أظهرتها في تلك الحرب كانت مفتاحك لمشوار طويل وناجح جدا بل فتحت لك الأبواب في الجيش حتى تصل إلى أعلى المراتب هل فعليا تعتقد أن مشاركتك في تلك الحرب ودورك في حرب 65 هي ما فتح لك أبواب النجاح في المجال العسكري؟ نعم لدينا نظام لقياس كفاءة الجنود والضباط يمكنك من خلاله أن تحرز النقاط في تقييمك السنوي حول أدائك الأكاديمي ولكن ثمت أيضا أوسمة حول الشجاعة ولتلك أيضا نقاطها الأخرى والتي أحرزتها بطبيعة الحال ولكن الأمر يتعدى حدود الأوسمة بالطبع كان ذلك شيئا إيجابيا لاحقا انضممت إلى القوات الخاصة الكوماندوز تطوعت وذهبت إلى القوات الخاصة ولقد خدمت تسع سنوات هناك وكانت تلك مرحلة قائمة بذاتها الدورات المهمة التي يقدمها الجيش من المستوى العالي وقمت بإحراز نتائج مهمة فيها كانت تلك هي الدورات التي يمكن من خلالها بناء مسار مهني في الجيش لقد حققت نتائج جيدة في تلك الدورات ولاحقا حصلت على دورات حربية وحققت نتائج ممتازة كذلك قلة قليلة من الطلاب المتفوقين يعملون كمدرسين لاحقا للدورات المقبلة ولقد أصبحت أنا معيدا في الحالتين وهذا منصب مرموق للغاية ضباط الصف الأول فقط يبكنهم الحصول على هذا المنصب في الكلية العسكرية وإضافة إلى ذلك حصلت على أعلى رتبة في كافة المراحل ولذلك بالتدريج مسيرة العسكرية كانت تترقى بشكل مستمر رغم أنها بدأت على مستوى متوتر لأنني لم أكن منضبطا كنت أدخل في مشادات جانبية وشد وجد كان يتم اعتباري مهملا وصريحا أكثر من اللازم ولذلك فأنا كنت أحتج على قادة عسكريين يشرفون علي لأن أي ضعف في القيادة كان يؤدي إلى أنني كنت أشاغب من جديد ولكن بعد الدورات العسكرية بدأت أنضج وفي الواقع زوجتي ساعدتني قالت لي أنه من غير المسموح أن أفكر في ضرب من هم أعلى مني رتبة كلمة الأعلى رتبة يجب أن تحترم يمكنك أن تعبر عن رأيك ولكن عليك أن تنفذ الأوامر لأنني كنت أشاغب أحيانا أكثر من اللازم تلك العادات بشكل تدريجي ذهبت أدراج الرياح وكما أشرت ذهبت إلى دورات الضباط وأحرزت نتائج ممتازة ولذلك يمكن أن أقول أن المكونات اللازمة كانت متوفرة لدي والتي أهملتها في البداية عندما كنت ملازما وضابطا ولكن لاحقا بدأت في الاستقرار عندما أصبحت رائدا وكلونيا نتوقف بعد ذلك فخامة الرئيس مع فاصل قصير دقائق قليلة مشاهدنا كرام ونعود لنوصل حديثنا للرئيس الباكستاني أسبق برفيز مشرف مرحبا بكم مجددا فخامة الرئيس بعد ذلك بسنوات قليلة عام 71 مرة أخرى تندلح حرب جديدة بين باكستان والهند ولكن هذه المرة ليس بسبب كشمير ولكن بسبب ما كان يعرف حينها بباكستان الشرقية أو ما أصبح الآن يعرف ببنغلاديش جمهورية بنغلاديش ما أسبب اندلاع تلك الحرب؟ هي الحرب الثانية بين البلدين الحرب الثانية كانت عام 1971 كانت حالة اعتداء هندية واضحة ضد باكستان كانت تمت مشاكل في باكستان الشرقية كانت هناك انتفاضة قام بها أهل باكستان الشرقية تعاملت معها الحكومة الباكستانية بشكل سياسي في البداية ولكن لاحقا الهند تدخلت في الموضوع ودعمت الثوار ضد الجيش ولاحقا في مرحلة متقدمة قامت الهند بغزو شرق باكستان بقواتها المسلحة سبب الحرب كان بدون شك الغزو الهندي والاعتداء على سيادة باكستان من قبل الهند هل كان الهدف الذي تدخلت من خلاله الهند في تلك الحرب هو أن تساهم في فصل باكستان الشرقية عن باكستان وخلق دولة جديدة نعم من دون شك الهند لم تدعم التمرض ضد باكستان فحسب بل قامت بالاجتياح بشكل مباشر لقد قطعوا الحدود وغزو شرق باكستان غزو باكستان في نهاية المطاب فعليا انفصلت باكستان الشرقية حينها عن باكستان وأصبحت دولة وجمهورية مستقلة تلك هي نتيجة الحرب أليس كذلك؟ نعم كانت تلك نتيجة الحرب انخسرنا عام 1971 شرق باكستان وبنجلادش ولدت وأصبح البلد بلدين بنجلادش وباكستان شرق باكستان أصبح بنجلادش أما الغرب أصبح باكستان هناك من يقول بأن تلك الحرب بالتحديد عام 1971 كانت مدمرة فعليا وقاسية على باكستان سياسيا وعسكريا سياسيا فهمنا لأن جزء كبير من باكستان استقل وانفصل وأصبح دولة مختلفة بنجلادش وعسكريا أحد المؤرخين يقول أنه في حرب 71 باكستان خسرت نصف سلاح البحرية ربع سلاح الجو وثلث الجيش هل هذا دقيق فعليا لهذا الحد كانت الخسارة العسكرية؟ نعم نعم بالطبع أحد أجنحة البلد تم اقتطاعه بالكامل وفي ذلك الجناح كان لدينا قرابة 90 ألف سجين بما يشمل عسكريين ومدنيين وكل الموارد المتواجدة في ذلك الإقليم خسرناها بالكامل كان ذلك صحيحا لقد خسرنا كثيرا في تلك الحرب ولذلك فإنها كانت اعتداءا هنديا وأعتقد أنها كانت شديدة الضرر على باكستان وأنت شخصيا في حرب 71 كان لديك دور مباشر فيها؟ لا كنت أنا في غرب البلد في باكستان ولم نقم بفتح جبهة كنت جزءا من تشكيل عسكري كبير كان يفترض به الهجوم ضد الهند ولكن للأسف تم إعلان وقف لإطلاق النار ولم نتمكن من الهجوم شعرنا بالأسف بالطبع كنت أقود مجموعة من القوات الخاصة ومع خسارة شرق باكستان شعرنا بالحزن والخسارة نتذكر أنني جلست أمام الجنود وقلت لهم إن هناك وقفا لإطلاق النار وإننا لن نقوم بالهجوم وقتها اغرورقت عيناي بالدموع بدأت أبكي أمام جنودي الذين بلغ عددهم قرابة 120 جنديا كلهم شرعوا لاحقا في البكاء لأننا أردنا جميعا أن ننتقم جراء ما عانيناه في شرق البلاد لكن للأسف لم نتمكن من ذلك واضح أن النتيجة تلك الحرب كانت قاسية ومؤلمة لك شخصيا وللرفاقك في الجيش ولكن أيضا فعليا على صعيد البلد كلها كانت نتيجة مؤلمة وقاسية دفعت البلاد للدخول في حالة أزمة والبحث عن مخرج على كل الصعود سياسيا عسكريا اجتماعيا وحتى اقتصاديا ما هي الطريقة التي كانت باكستان تريد أن تتخذها حينها بعد هذه النكسة القوية في حربها مع باكستان ما هو الحل بالنسبة لباكستان حينها كانت تلك أوقات صعبة صعبة للغاية على الصعيد النفسي شخص مثلي في الجيش شعر بشيء من المهانة أردنا أن نثأر لما حصل لنا وأن نعاقب الهند على ما فعلته بنا كان لدي ذلك الشعور المرير من دون شك وكل الجيش كان لديه نفس الشعور ولكن كانت تلك أوقات صعبة للبلد والحكومة ولكن يتوجب علي أن أعبر عن احترامي لأهل باكستان الذين تعافوا ونهضوا وبنوا باكستان لتصبح على ما هي عليه الآن طيب هل كانت الحكومة حينها تمتلك خارطة طريق للمستقبل بعد تلك النقصة؟ هل كانت هناك معالم واضحة للوجهة التي يجب أن تتبع باكستان في المستقبل للخروج من ذلك المأزق السياسي والعسكري؟ في تلك الأيام السيد ذولفقار علي بوتو تولى زمام الأمور كرئيس للوزراء في البلاد حكمهم تد على مدار سبع سنين ولم يكن حاكما ناجحا رغم الشخصية الكارزماتية والحيوية لذو الفقار علي بوتو كان قائدا حيويا ومقتدرا لكن مؤسسات باكستان لم تتمكن من النمو والنجاح في عهده على أي حال صمود شعب باكستان كان هو المعيار صمود الشعب هو الفيصل نحن لدينا الموارد لدينا قدرات هائلة موجودة لدى شعبنا بغض النظر عن الحكومة والقيادة يستمر الشعب في المضي قدما بسبب الصمود والخصال التي يتمتعون بها إذن أنت تقول أن حكم رئيس الوزراء حينها ذولفقار علي بوتو لم يكن في المستوى ولم يستطع فعليا إخراج البلاد من أزمتها المتعددة حينها هل كان ذلك السبب الذي دفع الجنرال ضياء الحق للانقلاب على بوتو والاستيلاء على الحكم؟ كان ذلك أتوقع عام 77 لا لا أتفق معك علينا تحليل الأمور بشكل صائب ذو الفقار علي بوتو سيطر فعلا على السلطة ورفع معنويات البلد لا شك في ذلك استطاع إعادة التسعين ألف سجين من الهند في حرب عام 1971 مناطق معينة احتلتها الهند تمكن من إجبارها على الجلاء منها ولكن عندما يتعلق الأمر بحكم باكستان كبلد فإن الكاريزما والمقدر التي امتلكها لم تنجح في تقديم المطلوب لشعب باكستان طيب أنا قلت أنه الذي حصل أنه عام 77 حدث انقلاب على ذو الفقار علي بوتو قام به الجنرال قائد الجيش ضياء الحق لماذا أقدم ضياء الحق على ذلك؟ نعم قام به لأنه كان هناك انتفاضة في كافة أطياف المعارضة وأحزابها ضد ذو الفقار لقد توحدوا وخرجوا إلى الشارع كان هناك توتر في كل مدن البلاد توتر شديد الحكومة طلبت نزول الجيش إلى الشارع ووقف التوتر الجيش تلقى أوامر بإطلاق النار على المدنيين من المحتجين وهو الأمر الذي رفضه الجيش في لاهور في لاهور الجيش واجه محتجين مدنيين كانوا يتظاهرون كان هناك قائدان عسكريان رفض إطلاق النار ولقد تم طردهم في عقاب ذلك لذلك فإن العلاقة بين الحكومة والشعب الذي كان يشعر بعدم الرضا ويقوم بالاحتجاجات أفضت إلى حدوث شرخ بين الجيش والحكومة المدنية هل أنت تعتقد أو ترى بأن التحرك الذي قام به الجنرال دياء الحق كان في مصلحة البلاد كان تحركا موفقا الانقلاب على الحكومة لا يمكن الجزم هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية الجنرال ضياء الحق تدخل بسبب عدم الاستقرار في البلاد أراد بعث الاستقرار ولكن تدخله امتد على مدى عشر سنوات مع جوانب إيجابية وأخرى سلبية الجوانب السلبية شملت الجانب الديني حيث كان الجنرال يشجع الراديكالية الدينية كان ذلك جانبا سلبيا انتشر في كافة أنحاء البلاد وأثر على البيئة التي يعيشها الناس أنا سألتك عن تقييمك لذلك الانقلاب لأنه فعليا كان انقلاب دياء الحق هو الذي فتح الباب لدخول العسكر إلى الحكم في باكستان طبعا الديمقراطيون والمدنيون يرفضون ذلك ويقولون ذلك تحرك غير شرعي غير دستوري غير قانوني أن يستولي الجيش على الحكم وهناك حديث كثير عما إذا كانت ذلك التحرك للجنرال دياء الحق في مصلحة البلاد ليس فقط في المدى القصير ولكن في المدى البعيد دخول الجيش إلى الحكم المشكلة الرئيسية التي تعاني منها باكستان هي أن الحكومة المدنية لا تحكم بشكل جيد لا يحكمون بشكل جيد والبلد ينحدر كما قلت فإن كل الشعب كل المعارضة خرجوا ضد الحكومة والحكومة لم تملك إلا قمعهم باستخدام القوة والجيش لا يستعمل القوة ضد المدنيين لا يمكن للجيش أن يفعل ذلك أن يطلق النار على شعبه المدني الأعزل ولذلك كان ثمة فرق بين الجيش وبين الحكومة ولاحقا تطلب الوضع تدخلا عسكريا أنا لا أريد أن أعقب أو أحلل حول ما إذا كان هذا القرار صائبا أم لا ولكن قطعا في حالة باكستان فإن البلاد كانت في حالة غير مستقرة البتة والمؤسسات كانت متضررة جدا على امتداد عقد من حكم السيد الفقار علي بوتو والجيش أيضا كان في حالة سيئة ولذلك فقد قرر الجنرال ضياء الحق أخذ زمام الأمور لنشر الاستقرار خلفيتك العسكرية وكونك وصلت إلى مرتبة قائد للجيش وأصبحت حاكما لباكستان كرجل عسكري هل تؤثر في حيادية تقييمك للتجربة الجيش في الحكم هل موقفك فعليا محايد تماما حينما تقيم تجربة العسكري الجنرال ضياء الحق على رأس الدولة كحاكم أنا بالطبع كنت رجلا عسكريا وكنت أتمر بأمر القيادة العسكرية أي أن كانت الأوامر فأنا أتبعها هذا هو الانضباط ولكن إذا ما حللنا بشكل واقعي فإن ذو الفقار علي بوتو دمر مؤسسات البلاد بأشكال مختلفة ورغم أنه بدأ وهو يتمتع بشعبية واسعة إلا أن شعبيته سرعان ما تبخرت بشكل كبير بسبب تصرفاته وبسبب الطريقة التي تعامل بها مع المؤسسات حيث دمر مؤسسات البلاد ولذلك سقط الرجل إذا أنت من عام 64 حينما تخرجت من الأكاديمية العسكرية وصولني إلى عام 98 حرقت كل المراحل في الجيش ووصلت فعليا إلى أعلى مرتبة وأعلى رتبة قائد الجيش كان ذلك عام 98 كيف تقيم مسارك المهني العسكري كضابط في الجيش الباكستاني حتى وصلت إلى أعلى قمة الهرم العسكري في البلاد عندما أحلل مسار المهنية الخاص يمكنني القول بفخر إنني أبليت بلاء حسنا في الجيش يمكنني أيضا القول إنني لم أحاول الاستفادة من تأثير أي شخص للحصول على مكتسبات شخصية في صفوف الجيش سواء على صعيد الترقية أو التعين لم أطلب من أي أحد الحصول على أي شيء كان الجيش ونظامه العادل والمنضبط وثقافة الشفافية التي لدينا في الجيش كل تلك العوامل دفعت إلى ترقية مستمرة هذا هو الواقع كنت جيدا في الدورات ومررت على كافة المناصب العليا في جيش باكستان وفي كل مكان كان أدائي جيدا ولذا كنت أترقى في الجيش ليس لدي أقرباء في هذا الجيش كثير من الناس يعتقدون أن هناك محابات في الجيش ليست هناك أي محابات إذا كنت في الجيش فستحصل على كل شيء في الجيش وهذا ما حصل في حالتي كنت أنطلق وأترقى لأنني كنت جيدا لهذا السبب فقط بعيد فترة قليلة من استلامك قيادة الجيش عادت الأمور والعلاقات لتتوتر مع الجارة الهند عام تسعة وتسعين وصلت الأمور إلى حرب فعليا وهي حرب ما يسمى حرب كارغيل ما السبب في تلك الحرب وأنت الآن طبعا أنت المشرف على الجيش والمفروض أن أي تصرف للجيش هو نابع من أوامرك أنت وأنت على الطلاع على كل تفاصيل تلك الحرب عام تسعة وتسين نعم فعلا ولكن علينا إعطاء خلفية للأحداث لأن قضية كشمير كانت مجددا على الطاولة في عام ألف وتسعمائة وتسعين بدأت انتفاضة داخل كشمير أقصد الجزء الهندي من كشمير وعندما انتفض الناس تم قمعهم بشكل قوي على يد الجيش الهندي الكثيرون قتلوا والناس الذين انتفضوا نزحوا إلى باكستان كانت هذه الطريقة التي تسببت في وجود منظمات المجاهدين داخل باكستان ولاحقا انضم الكثير من المتطوعين إليهم وكانوا يتجهزون للذهاب إلى القتال مع إخوانهم الكشميريين في كشمير الهندية طبعا هذا الوضع استمر لعشر سنوات نحن نتحدث هنا عن عشر سنوات من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين إلى عام تسعة وتسعين كان يحدث هذا في أهد كل الحكومات المتعاقبة في هذه الفترة كان المجاهدون يعبرون من باكستان إلى كشمير لقتال الجيش الهندي كانت هناك عشرات المنظمات الجهادية التي شملت منظمة عسكر طيبة هذه المنظمة نتاج أحداث وقعت في وقع الأمر عام تسعين لذلك عندما ارتفعت حدة الأحداث في عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين بدخول الهند إلى منطقة غير محتلة في سياتشن التي كانت جزءا من الأراضي الباكستانية لم نكن نتواجد هناك بسبب وجود جبال ترتفع إلى ألفي قدم دخل الجيش الهندي واحتل تلك المنطقة كان ذلك خرقا واضحا لاتفاق الفصل هناك الآن نصل إلى عام تسعة وتسعين هذه هي الخلفية وعلى امتداد تلك السنوات كان هناك إدراك في الجيش حول المجاهدين حرب كارغيل كانت نتيجة لتلك الوقاعة كان المجاهدون يعبرون الجبال في الشتاء ونحن اعتبرنا أن المنطقة كانت خالية والفرقة الثانية من الجيش تمكنت من احتلال خط التحكم هناك هذا هو تأثير كرة الثلج التي أدت إلى انبلاع حرب كارغيل إذن الخطة كانت ما هو الهدف من العملية هو أن تقوم قوات خاصة في الجيش الباكستاني باختراق خط إطلاق النار على الحدود بين القوات الباكستانية والهندية في كشمير ما الهدف من تلك العملية كان لم يكن ثمة هدف هذه المجموعة لم تعبر الحدود هذه المنطقة كانت على خط التحكم وكانت خالية في البداية المجاهدون ولاحقا فرقة الضوء الشمالي عبرت إليها ولمهاجمة المجاهدين عبرت الطائرات الهندية في واقع الأمر قطعت طائرتان هنديتان خط التحكم وتم إسقاطهما في باكستان كل هذا حصل مثل ما حصل في سياتشن هم دخلوا سياتشن ونحن كنا داخل كارغيل كنا ندفع لهم من نفس العملة التي يعطوننا على مبدأ المعاملة بالمثل جيش باكستان ليس صغيرا لدينا جيش قوي ولذلك فيجب تعلم الدروس الهند عليها تعلم الدروس لقد حاولوا فعل ذلك في باكستان الشرقية وفعلوا الشيء نفسه في سياتشن ولذا فقد قمنا بالرد المدمر في كارغيل ولكن المؤرخون حينما يتحدثون عن تلك الحرب وتلك المواجهات يقولون بأن باكستان مرة أخرى للمرة الثالثة تخرج منهزمة وخاسرة لأنه كان هناك ضغط دولي كبير ضغط عسكري من الهند أدى إلى تراجع القوات الباكستانية إلى الخطوط الأصلية للأسف الشديد هذه هي الدعاية الهندية جهاز الدعاية الهندي أكبر بكثير مما هو الحال عندنا هم أقوى إعلاميا ولكن ما حدث بالفعل هو أن فرقة خاصة من القوات غير النظامية لأن الجيش الرسمي لم يكن قد عبر الخط قوة خاصة تحت اسم فرقة الضوء الشمالي المكونة من أهالي المنطقة سيطرت على تلك المساحة في خمس مناطق الهند هاجمت منطقة واحدة من المناطق الخمسة واستعادت فقط خمسين بالمئة خسروا قرابة ألف وخمسمائة جندي كان هذا شيئا عظيما نصرا عظيما لباكستان أربعة من المناطق لم تتمكن الهند من دخولها على الإطلاق أكرر إنهم لم يدخلوها أبدا وفي منطقتين كنا نسيطر على الطرق والممرات نسيطر بمعنى أن لا أحد بإمكانه عبور تلك الممرات والطرق لأننا نغطيها ناريا وفي إحدى المناطق نزلنا إلى سفوح الجبال وعزلنا منطقة سياتشن من الخلف ولذا فنعتبر ما حصل نصرا استراتيجيا كبيرا تحقق عبر تحركات تكتيكية هذه خطط درسناها في العلوم العسكرية الحصول على مكاسب استراتيجية عبر تحركات استراتيجية وهو تماما ما فعلناه أما بالنسبة للهند وهنا سأقتبس من كتاب كتبه باركادات وهو شخصية هندية مرموقة كتب كتابا قال فيه إن الهند أرسلت وفدا إلى بيل كلينتون في واشنطن في الولايات المتحدة لإقناع باكستان بالانسحاب ولكننا طبعا لم ننسحه ولذا أرسلوا وفدا آخر بيل كلينتون ذهب إلى سويسرا وقد تبعه الوفد الهندي هناك لطلب الانسحاب الباكستاني لماذا حدث ذلك؟ لأننا نمسكهم من العنق من منطقة حساسة ولهذا طلب العون الأمريكي لكنهم اختلقوا هذه القصص حول نصر عظيم حققوه هم يعلمون الحقيقة يعلمون حجم خسائرهم لقد عانوا هزيمة مذلة في كارغيل لكنهم زيفوا ذلك إلى درجة أنهم منحوا أعلى أوسمة الجيش لقائد عسكري قالوا إنه مات لتقول زوجته لاحقا إنه كان في المستشفى وعلى قيد الحياة طبعا تلك العملية كنت أنت شخصيا تشرف عليها لأنك كنت قائد للجيش وعدد من منتقديك يقولون بأنك كنت فعليا أدخلت بلادك في مغامرة كبيرة وكنت تلعب بالنار لأن ذلك التصرف العسكري كان يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية بين البلدين ونحن نعلم أن الهند قوة نووية وأيضا باكستان قوة نووية يعني ذلك التصرف كاد حسب هؤلاء أن يشعل حرب نووية في شبه القارة الهندية وأنت ربما كنت ستتحمل المسؤولية في ذلك كقائد للجيش الباكستاني كلا هذا غير صحيح نحن اقتربنا من حدود الحرب النووية عندما حركت الهند قواتها المسلحة كل القوات المسلحة الهندية توجهت إلى حدود باكستان في عام 2002 أما حرب كارغيل فقد كانت تحركا تكتيكيا القوات الباكستانية كانت في مواقعها ولم تتحرك باتجاه الحدود مع الهند الهند وقتها أدخلت أسلحة وقوات فقط إلى منطقة كارغيل كان الأمر تحركا تكتيكيا القوات المسلحة للهند وباكستان لم تتواجه كان الأمر تحركا تكتيكيا مقتصرا على مساحة معينة تماما كما كان الحال في سياتشن لماذا لا يقول العالم أن تصرف الهند في سياتشن كان يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية أليس كذلك؟ كارغيل كانت على نفس الشاكلة حينما كنت قائد للجيش وأشرفت على هذه العملية تكتيكية كما قلت رئيس الوزراء كان نواز شريف السؤال هنا وهذا طرح كثيرا من الذي أعطى الأمر بالقيام بتلك العملية تكتيكية هل أنت كقائد للجيش أم هو كرئيس للوزراء؟ رئيس الوزراء تم إطلاعه تم إخباره بالمسألة ولكن إذا ما كان الأمر متعلقا بخط التحكم واتضح أن القوات الهندية بإمكانها تكرار حالة السياتشن وهو ما شعرنا به لأن حشدا كبيرا كان يجري الإعداد له في كارغيل ساعتها كان علينا التحرك وخلق مواقع على امتداد خط التحكم لا أحد ولا حتى قائد الجيش يجب أن يتم إطلاعه عندما يقرر قائد عسكري محلي في تلك المنطقة بأن يرسل القوات إلى الأمام ويخلق نقاطا عسكرية لا يتوجب عليه أن يحصل على تصريح حتى مني ولكن بعد تلك المرحلة بدأ واضحا أن المنطقة أمامهم كانت خالية ولذلك بصراحة فكرنا في سياتشن وما حصل لنا وقمنا باحتلال المنطقة الفارغة أمامنا وكان الرئيس الوزراء على دراية بذلك أنا سألتك فخامة الرئيس عن من أعطى الأمر لأن فعليا نتائج تلك الحرب أدت إلى أو تلك العملية لنكون دقيقين أدت إلى شيء كبير من التوتر بين المؤسسة العسكرية وعلى رأسها أنت والمؤسسة السياسية والحكومة وعلى رأسها خصمك التاريخي وعدوك اللدود بين قوسين رئيس الوزراء نواز شريف ما أدى إلى تغير جدري في تاريخ باكستان بعد ذلك بأشهر قليلة وهو قيامك بالعملية الشهيرة حين استوليت على الحكم في باكستان وانقلبت على نواز شريف كلا دعني أصحح لك بعض النقاط لم يكن الدخول إلى كارجل سبب بداية الخلاف بين الحكومة المدنية والجيس الباكستاني كان الانسحاب من كارجل من بين الأسباب أوامر الانسحاب تم يعطاؤها من قبل نواز شريف عندما ذهب إلى نويورك وقابل بيل كلينتون كلينتون ضغط على رئيس الوزراء ولذلك عاد نواز شريف بأوامر انسحاب القوات من المناطق الخمس التي كنا فيها هو كان يعرف أن الجيش لن يعجبه قرار الانسحاب الجيش لا يحبذ هذا القرار البتة كنا نسيطر على كارجل وكنا قد ثأرنا لما حصل في سياتشن لذلك لماذا يجب علينا الانسحاب بالمناسبة نحن في منطقة اسمها خط التحكم وليس الحدود ليست هذه الحدود الدولية خط التحكم هو منطقة متنازع عليها المكان الذي تتواجد فيه يمكنك الحصول عليه لقد دخلنا مثل ما فعلوا في سياتشن الحكومة المدنية أرادت تبرير موقفهم هم عبر وضع اللائم علي أنا وعلى الجيش قائلين إننا طلبنا الانسحاب وهذا غير صحيح لم نطلب الانسحاب بل لم نكن نعلم به أصلا ولذلك كان قرار الانسحاب هو الذي أدى إلى حدود الشقاق واتهامات بيننا وبين الحكومة المدنية حيث ادعى نوى شريف بأننا طلبنا الانسحاب وهذا غير صحيح البتة هذه كانت فقط لحظة بداية الخلاف مهما كانت الأسباب وهي كثيرة بالتأكيد لهذا الخلاف بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الحاكمة المدنية في الحكومة بالتأكيد كان هناك خلاف سيتطور خلال أشهر قليلة في أكتوبر تسعة وتسعين إلى الحدث الشهير الذي من خلاله قمت بالاستلاء على الحكم والانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب حين هنا هو الشريف وهذا ما أريد أن أسألك بخصوصه فخامة الرئيس في الحلقة المقبلة إن شاء الله تسمحت لي مشاهدين الكرام سنترق لهذا الملف مع فخامة الرئيس الباكستاني الأسبق برفيزا مشرف في حلقة ثانية من برنامج وفي رواية أخرى وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا كان معكم بدر الدين الصائغ إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى